كانت الدابس مع احد الخادمات على الحليب مالحليب وسكت قلبها السلام عليكم وحمد الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في قصة جيدة قصتنا اليوم ستكون على البخل وأعوذ بالله من الانسان البخيل ما رأينا الناس بخلا يعني يحرمون ولادهم ويحرمون ناسهم ويحرمون راسهم وفي التالي كيمشي ويخليوا ذلك الشم موراهم فلهذا اليوم قصنا على واحد سيدة معروفة بتراءها يعني الغنية على وجه الارض في ذاك الوقت وكذلك دخلت موسوعة جنيس للارقام القياسية ولكن مش لانها غنية ولكن لانها بخيلة أبخل مرأة على وجه الارض وبالبخل هذا المرض تسببات في القطع الرجل أحد أولادها كان مرض لأنها كانت تقلب على علاج مجاني يعني بيليكي ما تخلصوا له فلهذا تسببات في قطع الرجل أحد أولادها وكيت قال بأنها كذلك ما كانت تخسر على رأسها ولو غير التجارة وجمع المال ولهذا سموها ساحرات شارع وولد ستريت تولدت 1834 بنيو بيدفورد وكانت هي الابنة الوحيدة اللي عند الاب ديالها يعني غياب وحديتها وابها كان يعني يعني العائلة ديرها كان معروف عليهم التارى كذلك كان عندهم أسطول دير صيد الحيتان يعني لابالين فالفيس أوركا يعني ذلك الحوت الكبير يعني كان كانت عائلة فوقتها يعني يعني من أغنياء الناس أو من أغنياء العائلات اللي في العالم وهايت لما كان عندها يعني سنتين أدها جدها يعني يعني ربطها عنده لأن الأم ديرها كانت مريضة فلهذا تربطت هايتي عند جد ديرها ولما دارت يعني 6 سنين فتحوا لها أول حساب بنكي ديرها لأنها من صغرها وهي مهوسة بجمع المال وكذلك يعني كيف قلت العائلة ديلها غنية والناس ديل التجارة والاقتصاد كانت تقرأ لجدها يعني السندات المالية اللي كيكون عنده وكذلك كتقرأ عليها الجرائد الاقتصادية يعني البنت من صغرها وهي مدخلة في البيزنيز ومنين دارت 13 العام كانت تخدامها كمحاسبة مالية للعائلة يعني بنت 13 العام كانت دير محاسبة للعائلة إذا احتذرت 30 عام هذك الوقت يتوفى الأب ديرها يعني خليلها تروا والله خليلها إرت ما يعادل 7 ملايين ونصف ما يتط aniفتل 얼마 مئة وسبعات لمليون دولار يعني إذلك الوقت كانت 7 مليون ونصف هذا الوقت ديناك مئة وسبعات لمليون دولار هذا الوقت ومئة وسبعات لمليون دولار رغب былоmentioned وعندما ذرت 33 عام يعني عدت جوجت لأنها كانت ديمة كثيرا في الجواج قد تقول بأن الرجال طامعي لها في التروة المهم لماذا ذرت 33 عام جوجت إدوارد هنري جرين وبالبخل دير هذا المرأة يعني خلاته يسنيع لواحد الوثيقة لما عنده حق في الارت فيها يعني إلى توفات ما يوردش فيها شوفوا هنا بدأ البخل المهم ولدت معها جوج أطفال ولد وبنت يعني هذه العائلة كانت تمرت معها إلى حتى تركها رجلها المهم لم تكن تغسل يديها حواجها تغسل غير بلايس للمو السخين باش تقصص على الصابون والماء كذلك لم تكن تبدلهم إلى حتى تبلاو وليس فيهم اللون تكن تبدل اللون أخر أعاد تبدلهم الماكلة يعني ما شابعة شفكر شها عايشة غيب خبزة كتدير جوجة السنت ذاك الوقت والشوفان يعني الشوفان كتديروا بحل حسوها كتطيبوا والطابقة يبقى يسخن على المدفاقة يعني البقة ما يزهق السنت ما يضيع وشوفوا التروى اللي عند هاد المرأة يعني حتى تدوش كتدوش غيب المبارد ما كتدوش بالمشخون باش ما تشعرش النار ولا تقتصد على القاز يعني كنت شنقل فضيعة في البخل ديالها متمكينة من البخل يعني بخيلها من واحد درجة ما نقولكم ش أولى ولا وكانت هي اللي كتقوم بجميع الأعمال ديالها ما عندها لا سكرتير ولا مساعد ولا هم يحزنون بوحدة هالمرأة وكان عندها مكتب يعني في وسط واحد البنكة ماشي مكتب ديالها خاص عايشة يعني في واحد المكتب يعني الروينة في ذاك المكتب الغراق والشوانط والوطائق الملفات يعني يلا فينك تقلس هي باش ما تكريش يعني شي مكتب خاص لها عايشة يعني في مكتب حكمي لان ذاك الوقت كان ذاك شي تسندات والوشيكات وكان اقتصاد آخر ماشي بحال هاد الوقت وكنت يعني يخدمها مزيعة لمشاريع عندها رأي تقريبا رأي اللي بدت يعني يخدمها في مشروع السكك الحديدية ذاك السعاء في أمريكا وبالبوخل ديال هاد المرة يعني كيف قلت ولدها تهرس وتيقولوا بأن هاداتوا العيادة ولكن يطلبوا لها الفلوس منيسمعتي هي الفلوس كيقولوا خلاتوا عندهم ولكن ما يمكنش إذن هاداتوا مع الضار بقاطر يعني حالته قد تذهور رجله قد تذهور ذاك الهرس ما من ببراش فلهذا تضربوا شي قطعوا رجله هذا غيباش موما تخلص عليه وكذلك بالبوخل ديال هاد السيداء سمعت عم تهمتت وخلت يعني جوج المليون دولار للتبرعات الخيرية شنو درت الساحرة ناضط تعنات في هذيك الوصية وناضط صوبات زورات وصية واحدة اخرى وربحات بها الدعوة بأن الوصية هذك المال يبقى لها وربحات الدعوة وتضافت جوج مليون دولار وربحات الدعوة شوفوا الفضاع في البوخ القديرة المهم هايتي توفت في سنة 81 سنة تقولوا بسكتها قلبية كانت الدابز مع احد الخادمات على الحليب ما الحليب وسكت قلبها وسكت القلب ديالها وقالت غير الحليب وشوفوا شحاد الفلوس عندها أخوت شحاد المال عندها يعني شري مدينة هذا ما تنظروا عليه يعني رأى في 1200 وصرف ولا بداية 1900 يعني رأى وقتها اخر المهم كيف قلنا دخلت الموسوعة القنيز للأرقام القياسية العالمية على أساس أبخل مرأة في العالم وقيلة ما زالها محتفظة على ذلك الرقام القياسي لحد الساعة المهم بقى الطروة ديالها هاااااااااااااااااااااااا أبخل المرة يعني ما عاش حياتها عاش غير في الديور المقرب في سين يعني ما كانشة ما كانت شارية لها دار الأول يعني كيف قلت كارية في الديور ما فيهم ما يتشاف عاش حياتها راها الرجل هسمح فيها غير ذاك البخل ديالها والمهم ما تمتعات بحياتها ما يعني الطبرة ديالها مع مرأس بالمأكلة الشهية وما ألد وطاب من الخير لا الشوفان وخبيزة ديالجوزة السنس كتعيش بها النهار كامل المهم كيف قيقولوا فلوس البنك يكلهم زعطوت توفات هيتي على سنة 81 سنة خلت تروى من 100 إلى 200 مليون دولار ما يعادي لهذا الوقت ثلاثة المليار وثمانية يعني راها تروى طائلة خلت المهم مشكلة يتمتع بهذا المال هم أولادها هو إدوارد روبينسون غرين والابن ديالها هذا الابن ديالها اللي تقطعت له الرجل دياله يعني شبه لها في واحد الجهة وهو شطرتها في التجارة يعني كان تاجر شاطر كيف كيقولوا ولكن متع راسو ومتع ناسو وبنالك جوج قصورة مع راسو ورحم الله وأما البنت ديالها تهيت متعات يعني في السفر والرحلات ولماتت في سنة 1961 خلت باقي المال ديالها الأعمال الخيرية ورحم الله فليهذا الإنسان إلي عنده ما يبخلش على أولاده وعلى ناسه ورحم الله نطلب الله استفدوا من هذه القصة واحتى القصة والله الموضوع الجاي أستودعكم الله الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة